زي ما قلنا الخرصانة بتستحمل compression كويس قوي واستحملها في التنشن ضعيف بساعات بنحتاج الخرصانة في مناطق عليها تنشن دك لمش كتير مقاومة الخرصانة للتنشن بنسميها ايه عندنا F-C-T-R زي ما قلنا ال-F مقصوب بيه stress و-C-T-R هنا اختصار لإيه concrete tension rapture rapture يعني انهيار يعني معنى صح انهيار الخرصانة في التنشن فكين احنا كنا قلنا قبل كده ان الخرصانة في التنشن بالبلدي كده مقاومتها تقريبا كام 10 compression وده مش رقم accurate قوي فاحنا تعالى نشوف كده accurate بقى عامل ازاي لو احنا جبنا عينة خرصانة وعرضناها لتنشن فورس زي ما قلنا هتستحمل شواء صغارين قوي وبعد كده يبتدي حصلها ايه تشرخ وتنهار عن طريق التنشن قيمة ال-F-C-T-R اللي احنا هنتكلم عليها دي مش مقصوب بيها pure tension انهو تنشن صريحة الخرصانة لا دي مقصوب بيها التنشن اللي جاي عن طريق ال-Bending Moment يعني تخيل لو انت عندك كاميرا والكاميرا دي عليها احمال رأسية متوقع الكاميرا دي يحصل لها ايه شوية ديفلكشن بالمنظر ده الخرصانة اللي تحت والخرصانة اللي فوق تقدر تقولي عليهم tension وال-Compression واضح قوي ان الخرصانة اللي تحت اتشدت فبقى عليها تنشن والخرصانة اللي فوق اتضغطت بقى عليها compression طب احنا قلنا الخرصانة في compression بتستحمل كويس جدا فانا ما عنديش اي مشكلة في المنطقة دي لكن مشكلتي فين في المنطقة اللي عليها تنشن متوقع ساعاتها الخرصانة بعد فترة يحصلها ايه تشرخ قيمة ال-F-C-T-R اللي بنتكلم عليها دي مقاومة الخرصانة في التنشن بس مش ال-Pure Tension زي كده لا ده التنشن اللي جاي عن طريق ال-Bending وده اللي احنا بنحتاجه دايما بالذات في الكاميرا من القوانين والحسابات طلع قيمة ال-F-C-T-R اللي هو اكبر سترس تستحمله خرصانة في التنشن بيساوي في حدود كام؟ في حدود 0.6 في جزر ال-F-C-U طب مش ال-F-C-U دي كده اكبر ستستحمله خرصانة في compression لو تفتكر قيمة ال-F-C-T-R هتساوي 0.6 في جزر ال-F-C-U وزي ما قلنا ال-F-C-U بتبقى given دايما عندنا سواء في المسألة او في الشغل فكده كده على طول سهل عليك ان انت تحصل قيمة ال-F-C-T-R وحداتها هتبقى ايه؟ هتبقى بارده عشان دايما سترس هتبقى نيوتن بر ميلي ميتر سكوار ده اللي احنا بنسميه تقريباً العشر هو مش العشر هو مفروض الصح بتاعه كام 0.6 في جزر ال-F-C-U عندنا بارده حاجة تانية مهمة قوي قوي ان انت تبع عرفها وفاهمها هنحتاجها ان شاء الله بالتفصيل بعدين اللي هي بنسميه عندنا موديلاس أوف إلاستيستي اللي هو بالعربي معاير المرونة وبالك إلاستيك يعني حاجة مارينة فإلاستيستي هنا مقصوب بها مرونة الموديلاس أوف إلاستيستي بترمز هي الماتيريال اللي أنا بدرسها دي مارينة شوية حاجة شبيهة بالمطاط شوية ولا حاجة نشفة قوي 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 وبنرزولها دايما برامز إيه عشان إلاستيستي بنحسابها عادة ازاي الإيم مفروض بتساوي سترس على سترين طب ايه علاقة ده بالإلاستيستي نهاية تبقى حاجة مطاطة شوية أو نشفة قوي كل قيمة الإيمة تتغير كل الإيمة تبقى جبيرة أكتر ده إنديكيشن إن المادة اللي هم درسها دي نشفة قوي مساهل نهاية التاني والعكس والله لو الإيه صغيرة قوي ده معناه إن المادة دي إلاست جدا بقت شبيهها بالمطاط الكلام ده جبنا مني انت خيل كده لو أنت عندك مادة بتحسب دلوقتي الإيه بتاعت زي ما قلنا هنحسب سترس على سترين يعني المادة دي أنا عرضتها لسترس معين وشوفت ساعت عليها سترين قد إيه طب تخيل لو السترين اللي عليها دوت قيمته صغيرة قوي مش ده كده معناه إن المادة دي نشفة قوي وفعلا قصاد الكلام ده لما السترين يبقى صغير متوقع يحصل إيه للإيه طبعا تبقى كبيرة يبقى كده نقدر نفهم إن لو أنا عندي مادة الإيه بتاعتها كبيرة معنا هي نشفة قوي مش سهل إن هي تبقى إلاستيك والعكس يا تخيل لو مادة تانية عليها نفس السترس لكن لقينا ساعتها السترين بتاعها كبير قوي تخيل مثلا زي المطاط وهذا معناها ساعتها إن الإيه تبقى صغيرة جدا يبقى تاني كده زي ما قلنا إن الإيه بترمز لإيه عندنا معاير المرونة هي المادة دي نشفة قوي ولا حاجة شبيهها بالمطاط وخبالك إن كل المادة لها إيه غير التانية يعني الحديد لي إيه الخرصانة ليها إيه الخشب لي إيه المطاط لي إيه إيه وهكذا طبعا إحنا زي ما قلنا في مادة ديزاين بتاعتنا يهمنا مادتين بس اللي هما إيه طوى ماتيريالز بس اللي هما الخرصانة والحديد عشان كده يهمني إن إحنا نحسب الإيه سي الإيه بتاعتها الكونكريت والإيه أس دول اللي يهمونا إن إحنا نبقى عارفينهم ونعرف بيتحسبوا إزاي بيتجابوا منيجا أول حاجة بالنسبة للكونكريت زي ما قلنا الإيه بتاعتها اسمها إيه بي سي بحسبها منين كده قلنا الإيه بتساوي على يبقى أنا هاجي من شكل بتاع الخرصانة أحسب النسبة بتاعت يبقى أنا كده عرفت أحسب قيمة الإيه بتاعت الكونكريت بكام طب فكده قلنا شكل بتاع الخرصانة بيطلع حتى شبه خط وده مش خط قوي بيبقى شبه خط بني يبتدي أخد شكل كيرف لحد خرصانة نهار طب لو إحنا جينا عند أي نقطة وحسبنا الإيه فاكر إلي هيا السترس على اللي هو هنا سيبقى الطول الرأسي عالطول الأفقي لو الإيه بتساوي الطول الرأسي عالطول الأفقي يعني ده مقصوب به مي للخط يبقى دايماً الإيه عندنا هتعتبر إيه في الآخر تعتبر الميل بتاع الخط سترس على وطبعاً كل الخط ده ما ميله يتغير يعني هنا ممكن تلاقي الإيه كبرت الإيه صغرت وكذا حسب ميل الخط إيه طب إحنا بس المشكلة لو تفتكر ان في شكل stress string curve بتاع الخرصانة الحتة دي مش straight بالزبط دي واخده شكل curve ده معناه كده ان انا مش هقدر احسب بالزبط الميل لان ده curve مش خط فعادة في الكود المصري وفي الاكواد الاخرى لما يحبوا يحسبوا الاي بيعملوا ايه بيجوا بعد ما يحسبوا قيمة الف سيو يحددوا قيمة point four الف سيو يعني معنى صح يبقى الطول ده تقريبا اربعة من عشرة من طول كله ونعمل خط لحد ما نقطع stress string curve بتاع الخرصانة ونيجي من النقطة دي نوصل بنقطة الزيرو خط الخط ده خبالك كده ده الخط اللي بيقطع curve وبالمناسبة يعني لو انت عارف اي curve لو انت عملت خط قطع لي الخط القطع ده بنسميه عندنا second line فالsecond line ده بيوصل منين لفين من نقطة الزيرو لحد النقطة اللي stress عندها كام point four الف سيو ويبتدوا يحسبوا ميل الخط ده ده اللي بيعابره عن الاي بتاعت الخرصانة يعني ميل الخط اللي هو هيبقى الطول الرأسي عالطول الافقي stress على strain ده يعتبر ايه في الاخر ده يعتبر كده الاي بتاعت الخرصانة بس ده في المنطقة اللي stress فيها بكام اظهر من point four الف سيو ساعتها بنسميه عندنا EC1 يبقى الاي سي وان اللي هي تعتبر الاي بتاعت الكونكريت بس لما الاسترس كان قليل كان اظهر من point four الف سيو طلعت في حدود كام لما جينا حسبنا الميل ده طلعت في حدود 4400 في جزر الف سيو ده قانون هنبقى نحفظه بعدين ان شاء الله عشان هنحتاجه كتير في التصميم يبقى الاي بتاعت الخرصانة في المنطقة اللي في الاول لما الاسترس كان قليل طلعت في حدود كام 4400 في جزر الف سيو نيوتن بر ميلي ميتر سكوير ليه خد بالك لان هو سترس على سترين طب ما الاسترس وحداته نيوتن بر ميلي ميتر سكوير والسترين مالوش وحدات عشان كتيرت تطلع هي نفس وحدات الاسترس يبقى الاي سي عندنا بكام 4400 جزر الف سيو وفي جين قلنا الف سيو بتبقى جيفن عادة فانت تقدر عطول تحسب خيمة الاي بتاعتنا بكام طب لكن لما الاسترس يزيد في المنطقة دي ده واخد شكل كيرف فللأسف ما عندناش معادلة تقدر تحسبه بالزبط بس احنا عارفين ان عند اي نقطة لو انت جيت عملت مماس للكيرف نفسه وحسبت الاسترس على استرين الطول الرأسي على الطول الأفقي عشان تحسب الاي هتطلع قيمة اصغر يعني النسبة بين الطول الرأسي على الأفقي هتطلع اصغر من النسبة دي على دي فعشان كده من سميه عندنا اي سي 2 ال اي سي 2 مالهاش عندنا معادلة تحسب لان هي متغيرة حسب ميل المماس كل شوية لكن احنا عارفين ان هي اصغر من اي سي 1